ترجمة نانسي قنقر كما زاد عدد الرخص المستخرجة عبر نظام بنايات بنسبة 72% مقارنة بالعام الماضي سهل نظام بنايات على مقدم طلبات إصدار تراخص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء كانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية من الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على عداد المستندات والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع الاشتراطات والتشريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع وعن طريق خاصية خريطة تفاعلية لمملكة البحرين والتي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة كما أظهرت إحصائيات الربع الثالث لرخص البناء الصادرة للفترة من يناير لغاية سبتمبر 2023 ازدياد عدد الرخص المستخرجة عبر نظام بنايات بنسبة 2.76% مقارنة بالعام الماضي كما زاد إجمالي مساحة بناء الرخص بنسبة 43.2% استطاع نظام بنايات تسريع وطيرة العمل بنسبة كبيرة كما أصبح متوسط عدد أيام إصدار رخص البناء عبر نظام بنايات هو 2.2 يوم عمل فقط من أصل خمسة أيام عمل لمستوى الخدمة وذلك بفضل تطوير جميع الأنظمة المرتبطة بالنظام نفسه هذا وتسعى وزارة شؤون البلاديات والزراعة بشكل مستمر نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تسهيل الإجراءات أمام العملاء والمستثمرين وسرعة إصدار التراخيص اللازمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية والتجارية والسكنية في محافظات مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر